خضراء محمد موضوع الاتحاد في تعارض بين هيئة الرقابة والتحقيق والملفات التي يحيلت عليها من هيئة العامة للرياضة بخصوص رجل الاتحاد وملف الشبهات المالية وما إلى ذلك وأيضاً الملف الاستثماري الذي جهزته إدارة المارة الحائلة حسب بيانها التي قالت في أنه لدينا مستثمرين جاهزين وكنا على وشك الإعلان ولكن لهذا الغرض تم تأجيل الملف أو الإعلان فعلاً طبعاً أنا مع التأجيل يعني مثلما أشار الزميل الشايع يعني لابد أن تعرف وش اللي لك واللي عليك قبل أن توقع مثلها العقود الإنزامية يعني حتى كذلك قضايا الاتحاد المتعاقب والمتتالي والكل شوية نتفاجأ فيها قد كذلك ينتج عنها عقوبات أحياناً يعني يجب أنه حتى يعني في الأخير أنت تتكلم عن استثمار يجب أنك تأخذ حتى أسوأ الاحتمالات من المستحيل أنك ترتبط بعقد استثماري أو حتى التزامات مالية وأنت لا تضمن حقيقة عقوبة أو حتى يعني تزيد على ما قاله الطين بلا وتزيد المشاكل تعقيدة أعتقد لابد أن تكون الصورة واضحة حتى تكون البنية الأول الأساس صلب بناء على أن ينطلقون الاستثمارات أو غيرها متى ما تخلصوا منها القضايا أو حتى على الأقل اتضحت الصورة بشكل كامل ممتاز خلينا بسلسلك محمد في الصفحة أو في موقع الاتحاد في تويتر مثلا يعني العديد من الأخبار بين الصحفي نتائج فريق الشباب والأول وفي خبر لهو آخر تغريدة للحساب أنه هي لتويت أو يعادل تغريد لهيئة الرياضة وهي تعلن أنه رئيس مدسة إدارة الهيئة يقرر ضم اللاعب الدولي السابق محمد نور للجنة حال اللاعبين السابقين والنجوم والنساطير السابقين بالأندية أخبار لهم مثل هذه مفترض أن تكون بحسابات رسمية تحتفى بيئة حسابات رسمية أتأخذ أنهم يعني أكيد يعني في الأخير محمد نور يعني يعني لاعب اتحادي عرف اتحاديا ومن أساطير كرة السعودية والاتحاد يعني كنادي أفخر بأنه يعني الكابتن محمد نور أحد اللاعبين اللي يعني مثلوا الفريق بجميع فئاته وأحد يعني رموزه فأما ما أرى فيها أشكالية خاصة أنه الآن نتكلم عن مهمة وطنية وخدمة أعتقد أن يعني يخلني أشيد كذلك بالقرار لأن كابتن محمد نور من أهم كشفين المواهب خاصة فيما تعرف الموليين أعتقد أنه أكاديمية في هذه الخصوص صحيح فأتوقع أن حتى أضم خطوة إيجابية جميلة جدا أما احتفاء النادي فأعتقد أنه مبرر جميلة هل نتوقع مثلا أنه